ألقت الشرطة النمساوية في فين القبض على شاب سوري بتهمة تهريب البشر وذلك في التاسع من يناير وكان قد شهداء ضمن أربعة شبان تتراوح عمارهم بين السبعة عشر عايما والعشرين عايما وهم يفكون مجبك عجلة لسيارة من طراز بورش كان قد وضع على السيارة لحجزها وعندما وصلت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير كان الشبان قد فروا بالسيارة لكن تم إيقافهم بعد ذلك بوقت قصير والتضحى فيما بعد أن اللاجئ السوري ذو العشرين عايما لم يكن لديه عنوان في النمسا ولا يحمل رخصة قيادة كما اتضحى فيما بعد أنه يمتلك السيارة البرش التي يبلغ سعرها حوالي 99 ألف يورو وتبين للشرطة أن السوري من أصحاب الصوابق في قضيتين لتتعلقان بمحاولة تهريب أجانب إلى داخل النمسا ووفق ذلك وفوق ذلك قام السوري بمهاجمة عناصر الشرطة في مركز الشرطة في فينا حيث تم احتجازه بغرض التحقيق معه فقد قام بمهاجمة الشرطة بقطعة زجاج من مرآة قصرها بنفسه في مرحاض المركز وصرخ وهدد بأنه سيقتلهم وتعرض نتيجة لذلك أربع من أفراد الشرطة لإصابات قبل أن تتم السيطرة عليه منهم وتقييده وتشير التحقيقات الأولية أن اللاجئ السوري اشترى السيارة بالأموال التي جمحها من تهريب البشر حسب وصف الصحيفة وبهذا الشأن تنضم إلينا الناشطة المدنية سيلفانا مساء الخير سيلفانا اهلا ريما سهال نور ازايك سيلفانا يعني مع الاسف كل شوية بنسمع سوري عمل حاجة او مصري او افغاني او عراقي كل شوية بنسمع خبر يعني في لاجئين او مهجرين ما تعليقك على هذه الحادثة الأخيرة الصراحة يعني يريم أول الشي اللي بدي علق عليه هو أنه من حق هي إنسان أنه يبحث عن الأمان يعني الناس اللي بده تطلع تهريب عم تحاول أنه تطلع من المكان اللي هو ما نؤمن اللي هنا نعيشين فيه لا مكان أكثر أمان اللي هو أوروبا نحن ما نضد هدول الناس أبدا ولكن نحن ضد المافيات تجار البشر الناس اللي عم يستغلوا معاناة ناس تاني لحتى يحققوا عن طريق أرباح وأموال هذا السوري يعني لا يمثل أبدا باقي السوريين أو حتى لو كان من أي جنسية تانية مصري أو أفغاني هدول يعني أعمال فردية لا تمثل مجتمعات كاملة نحن سمعنا كثير عن السوريين نجحوا بأوروبا سواء كان بالنمسا أو بهولندا أو بألمانيا فتحوا مشاريع فتحوا مطاعم مطاعمهم الخاصة فتحوا شركاتهم الخاصة يعني في منهم كمان تم تكريمهم فنحن بصراحة يعني نحب نتطلع دائما على الجانب الإيجابي ولكن أي حادثة سلبية يعني يتم استغلالها للأسف من قبل الأحزاب اليمينية يعني بيتخذوها مثل الورقة لصالحهم ضد اللاجئين فنحن نقول دائما أن هذا العمل لا يمثل السوريين جميعا وما قام به طبعا يعني نحن هيك شخص لمن بيرتكب هيك أعمال من ضرب الشرطة والتعدي والتهديد يعني نحن هذول من قول عنهم شبيحة أو مثل ما أنتم بتقولوا عنهم بمصر بلطجي فللأسف يعني فيه تقصير من قبل الحكومات بطريقة التعامل مع هيك أشخاص خاصة لمن بيكون عندهم سوابق فيفضل أنه ترخيل هذول الناس يعني ما بارف ليش الحكومات دائما متساهلة مع هيك أشخاص يعني دائما بنتظروا لحت الكارثة توقع نعم سيلفانا طيب يعني يعني احنا طبعا بننضم ليكي بالصوت وبنؤكد طبعا الحادثة ما ينفعش تعم على الجميع لكن لا زال يوجد يعني مش أقولك من الحزب اليميني لكن من السوريين نفسهم بيقولوا أساء للسوريين أو أساء للعراقيين إيه ردك على أصحاب الجالية نفسهم اللي بينتقدوا يقولوا أن هذا الشخص ده هو بيسيء لهم ذاتهم لا أنا أقول أنه هذا الشخص يمثل نفسه يعني نحن من نتفرج على السوريين يلي قدموا إنجازات وأعمال جميلة ومنرفع رأسنا فيهم فلما بيطلع يعني بكل مجتمع أكيد فيه السيء وفيه الحسن يعني ما معقول يكون المجتمع السوري كلياته بشعبه عندهم إيجابيات أكيد لازم يطلع فيه منهم المجرم السيء وحتى المجتمعات التانية سواء يعني بغض النظر عن الجنسية فمو معقول يعني يكون فيه مجتمع كامل يعني لازم يطلع أكيد فيه ناس مجرمين ناس بيقوموا بأعمال الشغب فهدول يمثلون أنفسهم نعم صحيح يعني دائما يوجد الخير والشر صحيح تماما فيجب محاسبة تدول الأشخاص ويكون العقاب صراحة يعني مشدد بحيث يعني أنه يكون رادع بحيث إذا أي شخص يفكر يقوم بهذه الأعمال أنه يعرف أنه هاي العقوبة اللي راح تكون شكرا لك سيلفانا على هذه المداخلة لا أفهم